ورد إلينا سؤال من إحدى المشاهدات الكريمات تقول فيه هل يجوز التسبيح والذكر والإنسان على جنابه أو المرأة حائض أو نفساء فأقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه وعليه نقول يجوز للجنبي ويجوز للحائض والنفساء أن يذكر الله جل وعلا في وقت الجنابه المرأة الحائض يجوز لها نعم يجوز النفساء كذلك الرجل لو عليه جنابه المرأة لو عليها جنابه يجوز أن يذكر الله جل وعلا ذلك لما تبقى بنت تحفظ القرآن بنت طالبة في الأزهر أو بتروح عندي شيخ تحفظ القرآن أو بتحفظها محفظة وعليها الدورة الشهرية عليها فترة الحيط تعمل تحفظ القرآن الكريم لكن لا تمس المصحف بيدها مباشرة يعني يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله طب تشيلوا بإيه؟ يبقى في حائل بينها وبين المصحف طب لو مسكت تليفون أو أيباد أو تبلت قرأت فيه القرآن لا مانع من هذا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمرأة الحائض والنفساء أن تقول الأذكار وأن تقرأ القرآن ولكن لا تمس المصحف ولا تحمل المصحف فعليه يجوز لها أن تقرأ وأن تقول أذكار الصباح وأذكار المساء وأن لو كان لها ورد من القرآن تقرأ وردها من القرآن وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون جنوبا يعني إذا أصابته الجناب يعمل سيدنا النبي كان إذا أراد أن ينام أو أن يأكل يتوضأ يعني لا يغتسل يتوضأ وينام ثم يغتسل في الصباح أو يتوضأ ويأكل ثم يغتسل في الصباح ودسن مهجور عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فعليه يجوز للجنبي أو للحائضي أو النفساء التسبيح والذكر وقراءة القرآن في فترة الحائض وفي فترة النفاس وفي وقت الجنابة نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم أمين يا رب العالمين